موسيقى 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 أهلاً وسهلاً فيكم مشاهدين الكرام محددكم حمد بروس أرحب فيكم في برنامج سكورشيت اللي يطلع عليكم يومياً عبر قناة كويت الرياضية وتلفزيون دولة الكويت هذا برنامج اللي نستضيف فيه ضيف كريم ويختار أفضل 11 لاعب من وجهة نظره على صعيد الدوريات أو على صعيد المنتخبات وحديثنا اليوم عن أفضل 11 لاعب عالمي في التاريخ مع نجم منتخبنا السابق وناديه القادسية علي الشمالي مساك الله بالنور مساك الله بالنور سعيد تواجد بياك أبو يوسف حياك الله إنك مشجع المانشستر يونايتل هذا شيء ما يخفى علىه زين؟ ولكن اليوم إذا تحدثنا عن أفضل نادي بالتاريخ من وجهة نظرك علي منه شوف إذا تغيسها كجماهرياً أو بطولات أو كتاريخ أنا بعتقادي الريال حالياً من جازاته يعتبر أفضل نادي التاريخي زين؟ أفضل مستوى لنادي بالتاريخ قدم مستوى خياتك؟ شوف كل نادي لسايكل معين وينتهي بتشوف كل فريق لفترات إذا يأتي بالدور الإطالة يشوف الأنتر والأي سي يعني في فترة معينة كانوا الأي سي والأنتر بعدها يو اليوفي صح بتشوف الدور الإنجليزي استحواض ماشستر ينايتد لمدة طويلة وبعدها الحين ياس سيتي وقبلها الليفربول صعب أنك تحدد منه أفضل فيه ناس يقول لك والله برشلون 2011 كان أفضل فريق التاريخ وجهت نظر فيه ناس يقول لك والله وباير ممكن فيه فترة من الفترات بس هي فترة ما تقدر تغارن لاعبين 99 بلاعبين 2011 بلاعبين زين كونك ماشستراوي جيل 99 و 2008 بالنسبة لي أي أب 99 6 6-9 0-30 أفضل لاعب التاريخ من وجهة نظر علي الشمالي منه؟ بالنسبة لي مارادونا مو موسي لا مو موسي مارادونا إذن دييغو أرماندو مارادونا هو اللاعب الأفضل من وجهة نظر علي الشمالي اليوم الرسم الفني اللي راح تختاره لاختيار تشكيل في كل 11 لعب شمالي؟ راح اختار 4-3-3 نعم على اساس يمكن لكثرة النجوم نعم نعم يساعدك هذا الرسم إذن 4-3-3 جاهزة يا أبو يوسف هنا نستعرض لك الحراس عند الحراس أساطير وتاريخيين في هذا المركز تختار من ضمنهم لاعب واحد مانو لنيورك بيتر شمايكل ليف ياشين كورتوا أوليفر كان إيكاركاسيس وأجوان ليجي بوفن جميعهم ممكن أساطير أساطير بس بالنسبة لي كمان شستينايتد راح تار شمايكل نعم راح شوية ميولي بس بس بيتر شمايكل يعني يعتبر من أفضل حراس اللي مروا على العالم وأوروبا يعتقد ذي جميل إذن اختيار الكابتن علي الشمالي يروح مع بيتر شمايكل في حراسة المرمى اليوم أنت اخترت أربع مدافعين عندك قلبين دفاعي يا كابتن علي نبي نستعرض لك هذه الأسماء الإنجليزي بوبي مور باندايك باريتزي كانفارو كيليني نستا بويول ريو فردناند قلبين دفاعي يمكن أنا على الدفاع راح أروح العنف العنف اللاعبين العانيفين شوي فراح أختار بريزي ونستا يمكن فردناند بويول كيليني يمكن لاعبين ما يعني ما تقول يخرع المهاجم هذين كانوا مرعبين يخرعون المهاجم معنا شكالهم مو مرعبين يعني بريزي قصير ونستانير بس 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 إيطاليين وبتعارف الإيطاليين شون طريقتهم الدفاعية إذن نروح لمركزك يا كابتن علي الشمالي وهو مركز الظهير الأيمن وعندنا أسماء مميزة في هذا المركز نتكلم عن فليبلام زان بروتة زانتتي حكيمي داني ألفز كاف يمكن راح أقول أنت الظلم يمكن اللاعبين اللي المفروض يكونون موجودين يعني أنا باختيار أشوف أنا راح أقول كافو زانتتي يعني حرام يعني باعتقادي أن الباجين يكونون إياهم بس اختيار راح أكون كافو أنت في أسماك أنت تتمنى نضيلها لا أنا بالغزد أن فارقين عنهم ظلمت كافو بزانتي بالأسماء اللي موجودين إياهم نعم أنا أشوف كافو يعني بالنسبة لي فارق فارق وايد نعم إذن كافو هو اختيار ركابة العلي الشمالي للظهير الأيمن في التشكيلة العالمية ننتقل للظهير الأيسر يا أبو يوسف أش اللي يكون جوردي ألبا مندي كارلوس مالديني راح أكمل خط فاعلي طالي راح يوسف girlfriend طالد مالديني و سنديك واحد براسفife بس القال أقول لك مالديني قائد من أفضل المدافعين مروا على كر الإيطالية معروف بقوتها و معروف بيطاليا واستمراريتها واستمراريتها اعتبر أفضل مدافع مروا باعتقادي على تاريخ دول الدول�� اسم للأمانة جدا كبير واختيار غير مستغرب يا كابتن علي عندنا هذا الفاصل القصير مشاهدين الكرام ونرجع لاستكمال تشكيلة الكابتن علي الشمالي في أفضل 11 لاعب في التاريخ حياكم الله متابعينا مرة أخرى مع ضيفنا علي الشمالي ساك الله بخير ندش على اللاعبين الوسط يا كابتن علي بعد ما خلصنا الدفاع وأيضا حراسة المرمى وعندنا لاعبين الرقم 6 لما لاعبين مميزين جدا نتكلم عن فيريرا، لاثرماتيوس، فيرون، قاتوزو، بول سكولز، ماكاليلي، هرناندز و ستيفن جيرب لاعب ولا لاعبين؟ لأن في قائمة راح أحضر لاعب وأعتقد أن اللاعب اللي يمله المكان فييرا فاتوك فييرا فييرا ولا رويكين رويكين بس رويكين موجود نعم لا نقدر، منطر أن نختار فييرا فييرا لاعب دور الإنجليزي فترات طويلة قادل أرسنل وبعدها بالسيتي لاعب قوي لاعب بدونه كان أرسنل ينكشف صراحة لاعب الأمانة نجم كبير سواء في خط وسط أرسنل أو اليوفي أو الإنتر أو مان سيتي أو كذلك منطق فرنسا ننتقل لللاعبين الرقم 8 يا أبو يوسف وعندنا اسمها مميزة بيرلو ريفالدو زيدان رويكوستا دي بروين ندفد مودر إيش كاك سيتي يقدم مستوى خيالي توقع أقل بس أنه أي بس يعقد مستوى كبير يمكن إذا يقيب دي بروين عن السيتي تشوف أن السيتي ما عنده حلول هجومية هو اللي عنده الباص الأخير وهما يسجل ولاحظت أنت باللعبة الأخيرة الدور الإنجليزي سجل هدفين صحيح إذن زيدان وفييرت أن خط الوسطي بتأخذ فرنسي ننتقل للاعبين الأجنحة رونالدو نيو فرانك ريبري رونالدو ديمارية هنري نيمار مبابي ميسي وما ستختار وأنت باقي لك أربع مراكز وباقي لك قائمة مهاجمين بعد طرح سوف أختار رونالدو كريستيانا سأستخدم اثنين؟ طبعا سأختار رونالدو وميسي رونالدو وميسي وين تلعب رونالدو وين تلعب ميسي؟ رونالدو سألعب بالنص وميسي سألعب جناح يمين رونالدو بالنص المكان لي لم ألعطينا ما يخالف يمكن لما نشوفه بينايتد لما نطلع بينايتد لعبة جراح يسار جراح يسار؟ لأنني قلت تفضل لعب بالتاريخ مردونا ومردونا موجود بالقائمة الجاية أوكي يمكن لعبة إيمير مردونا بس مردونا يقدر يلعب وسط رونالدو مستعيدة محور وهو مو محور ويعتبر جدا مد المحور رايك رايك لا تسمع مني مشكلة أنت تعرف الأسماء اللي طالعه راح تطلع بعدها أكيد أنه مردونا وبيلي شوف بلاي أنا ما راح أضعه مردونا موجود كريسيا رونالدو هذا وسط وهذا ميسي جناح يمي هذه اختياراتك ننتقل للاعبين المهاجمين نيابو يوسف علي الشمالي عندنا رونالدو واين روني دياغو مردونا رقبة إيريك كانتونة إبراهيموفيتش بيلي شوف يعني أنت فاجأتني صراحة بسامي متوقع أنا ما اسمري بس أنا راح أضع رونالدو وبرازيل وماردونا إيريك كانتونة ما أقدم ما يدي شوية ما كم مكان ما كم مكان أنا بغيت يعني ما شفت رونالدو شفت كانتونة وماردونة بس لما شفت رونالدو طلعت كانتونة إذن ماردونة على الجهة اليسرى أيوة والظاهرة الفنومنو رونالدو دليمة كرأس حربة باختيارات الكابتن علي الشمالي شنو الإضافات أو المميزات اللي موجودة عند رونالدو رونالدو صراحة لاعب يمكن ما استمتعنا فيه يعني من الإصابات سريع مهاري قوي بالنسبة لي ساكين قلوب الدفاع اللي قبل أيوة والله يعني أنا سمعت مقوله من أحد الدفاعات اسماني يذكر منه أعتقد دستا يقول لمن كان يواجهني رونالدو وكنت غمض عيني وأدعي أيوة فلاعب استثنائي الإصابات الكثيرة بالرباط السليبي نحن كلاعبين ممكن أنا واحد من الناس حاشتني الإصابة إصابة مو سهلة وهو يعني العمليات الآن متطورة مو مثل وقته فهو عانى من الإصابة أعتقد ثلاثة أو أربع مرات بالضبط والإصابة الثانية اللي يمكن ليل يوم نشوف لغطتها مع لازيو اللي أول ما نزل تعوى رد انقطع أو مع الانتر خروج ركبتها كان وانظر جدا هو مع الانتر رد لازيو أعتقد يعني حتى نشوف جميع اللاعبين يعني تأثروا لأنه حرام هاللاعب يعني ما استمتعنا في المدة أطول نعم إذن اكتملت تشكيلة الكابتن علي الشمالي راضي عنها ميلا راضي عنها ممكن تذكر لي الأسماء والله أنا راضي عنها ومو راضي لأنه يعني رد نقول مو كمو كانت تحطها سعزامي كبيرة يعني صحيح فيتر شمايكل بحراسة المرمى باكي من كافو باريزي نستا ومالديني خط الدفاع فييرا كمحور زيدان ورنالدو أمامهم قدمين ميسي وماردونا ورنالدو جميل جدا انتش كيلة ديش فيها حرب حيو الله حيو الله علي الشمالي شرفتنا حبيب شرفي طول بعمرك والشكر موصول لكم متابعين الكرام على متابعتكم برنامج سكورشيت علامة إن شاء الله نشوفكم في حلقات قادمة مع ضيوف آخرين وتشكيلات أخرى طبان الله موسيقى اشتركوا في القناة